المزمور السادس والاربعون لإمام المغنين لبني قورح على الجواب ترنيمة مع بعض الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار تعج وتجيش مياهها تتزعزع الجبال بتموها نهر سواقيه تفرح مدينة الله مقدس مساكن العلي الله في وسطها فلن تتزعزع يعينها الله عند إقبال الصبح عجت الأمم تزعزعت الممالك أعطى صوته ذابة الأرض رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب هلوم منظروا أعمال الله كيف جعل خربا في الأرض مسكن الحروب إلى أقصى الأرض يكسر القوس ويقطع الرمح المركبات يحرقها بالنار كفوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم أتعالى في الأرض رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب تفضلوا الاسترياح مزمور ده بيتكلم عن مشاعر سيطرت على بني البشر كلهم وكانت من أول المشاعر الوحشة اللي ظهرت بعد السقوط فأدم كان ساكن في الجنة ومبسوط كل احتياجاته مسددة وكمان عايش في حضرة ربنا أول ما سقط أول شعور جاله إيه؟ خوف أول حاجة حسها آدم بعد ما سقط قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فإيه؟ فاختبقت الخوف الخوف أكتر شعور مسيطر على مشاعر البشر من يوم السقوط البشر خايفين خايفين من المستقبل خايفين من المرض خايفين من العوز خايفين من الضغط خايفين من العدو وحد يجي يهاجمهم خايفين يتسرقوا خايفين ما يلاقوش ياكلوا خايفين ما يلاقوش يناموا في حتة أمان خايف البشر خايف من ساعة ما سقط وهو ماله خايف وكل حاجة كل نشاط بيعملوا البشر عشان يحاول يطمن نفسه أو يأمن نفسه من حاجة هو خايف منه فالناس بتشتغل ليه؟ عشان تجيب فلوس عشان تجيب فلوس ليه؟ عشان تأمن بكرة يعني يهي تأمن بكرة تعمل فيه إيه يعني؟ يبقى معايا فلوس لما يجي بكرة واحتاج أكل أجوع أحتاج أكل ألاقي إيه؟ معايا فلوس تجيب لي أكل أعيا فيبقى معايا فلوس تجيب لي إيه؟ الدواء أخاف فأجيب باب مصفح يعمل إيه؟ يقفل الشقة كويس فأنا بعمل كل حاجة في حياتي عشان خاطر أعمل إيه؟ أطمن نفسي عشان أأمن نفسي نحية الخوف اللي أنا بحس بيه وكاتب المزمور واقف على أرض صلبة شكله بيقول لهم أنا ما بخافش هو يا تارا ما بيخافش؟ يا تارا ما فيش حاجة تخوف؟ لا في حاجات تخوف في الدنيا صح؟ مرة كتب واحد فيلسوف مسيحي وقال البني آدم بيخاف من المجهول فمثلا وإحنا صغيرين لما بنايمين والقودة ضلمة مثلا ونلاقي فيه هدوم متعلق ورا الباب وعندها خيال معاين فنفتكر إن ده إيه؟ وحش فنخاف الكاتب بيقول إمتى الخوف يتحول لرعب وأنت بتخاف بعدين تقوم تمسك اللي ورا الباب بتكتشف إن هو لا ده جاكت عادي فإيه الخوف يماله؟ يروح إمتى الرعب ييجي بقى؟ لما تشوف الخيال بتاع هذا وتكتشف إنه فعلا عفري تظهر لك فيتحول الخوف هنا لإيه؟ لرعب لرعب فالناس مرعوبة لإن اللي بتبقى قلقانة منه بعيد عن الرب يعمل إيه؟ بيحصل حقيقي لما بيبقى حد خايف إنه يمرد ويجي له مرض ويكتشف إن كل الفلوس اللي معاه ما بتشفيش يحصل له إيه؟ يترعب يترعب لكن كاتب المزمور ده النهاردة بيقول أنا مش خايف من حاجة مش خايف من حاجة خالص وإيه السبب اللي انت مش خايف منه؟ إيه اللي مخليك جامد ده ومعاك فلوس كتير؟ معاك جيش يحميك؟ لأ برضو معاك معارف تلحقك وص الزنقة؟ لأ ومال معاك إيه؟ شوفوا أول كلمة يقول إيه؟ الله لنا ملجأ وإيه؟ وقوة الملجأ يعني محوط علينا من برة حمينا من برة تعرفين؟ كانت واحدة من الحاجات اللي غايز الشيطان وهو بيتكلم عن أيوب قدام ربنا بيقوله هل مجانا يتطقي أيوب الله؟ قال له ألست أنت سيكت حوله وحول كل ما له؟ فده إعتراف وإعلان هو طبعا جاي من لسان الشيطان شخصيا بس يقول لنا قدي الموضوع حقيقي ده الله محوط عليه مين اللي بيشهد كده؟ الشيطان نفس بيقول له ما أنت محوط عليه أنا شعارف أروح له من حتة مش عارف أدخله من حتة ما أنت محوط عليه الكاتب بيقول له أنا متطمن عشان خطر أنت إيه؟ محوط علينا الله لنا ملجأ من برة محوط علينا من برة لكن كمان إيه من جوة؟ وقوة وقوة فالله محوطنا من برة لكن الله بيدينا قوة من جوانا الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات الكام عدد دولة عدد واحد واثنين وثلاثة هو مجمى للفكرة اللي هيفسرها في الفقرتين التانين في المزمور فإيه الفكرة اللي عايز يعلنها في بداية المزمور؟ يقول أنا مش خايف من حاجة مش خايف من حاجة خالص ليه؟ لأنه معتمد على قوتي الأساسية الحقيقية اللي هو الله اللي بيمنحني القوة اللي بيحميني اللي كل مرة كنت محتاج لعون كنت بلاقيه هو الكتاب قال كده ادعوني في يوم الضيق أعمل ايه؟ انقذك طبعا الآيات النهاردة الآيات ملهاش حدود النهاردة الأساس أنا عارف أنه ماسك نفسه بالعافية أنا عارف الأساس لو ساب نفسه للآيات ما كانش خالص وإحنا كل واحد فينا كده كمية الآيات اللي في زهننا عن موضوع الخوف النهاردة مش طبعية وعن عناية ربنا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال في قلب البحار الجبال هي رمز الاستقرار في الكرة الأرضية لما يلقوا عند حد يقولوا عند حد ده قوي يقولوا ده جبل صح؟ لأنه مستقر لا يتزعزع أقولوا الأهرام بقى لها وقت طويل كده ما تحركتش رغم الزلازل اللي ضربت مصر عشان شبه الجبل مستقرة جدا فشكل الجبل هو أقصى طموح البشر في الاستقرار لما تحط مدينة على جبل معناها المدينة دي ما لها؟ عايشة مش هيحصل لها حاجة طبعا السورة دي الله بيقولها عن سهيون سهيون مدينة مبنية على جبل جبل سهيون طبعا ده بيقول إن الجبل الحقيقي طبعا هنا هو مين؟ هو الله لأن كل الجبل التانية في يوم من الأيام هتحصل لها إيه؟ هتتزحزح يا ترى إيه الجبل اللي انت شايفه في حياتك؟ باني عليه حياتك؟ الكاتب بيقول لنا لو انت باني حياتك على أي جبل تاني حتى لو كان في وجهة نظر الجبل أو في وجهة نظر الناس جبل أو في وجهة نظر العالم هو جبل فوارد إنه في يوم من الأيام يحصلوا إيه؟ يتزعزع يعني يتهز مش بس كده ده بيقوله إيه؟ يتألف يعني إيه يتألب؟ يعني يترمي بقى هو ده اللي كنا فاكرينه الوتد اللي ربطينا عليه خيمة حياتنا في يوم من الأيام هيتبني هيتهد في ناس عارفة إن الفلوس هي ممكن تبقى جبل حياتها وحطت شهادات بنكية في البنك مطمناه بتجيب حلوة كل شهر أو حد معايا عقارات بتجيبه أو حد معايا شغلانة متطمن عليها ويبقى بالنسبة له إنه هو ده الجبل وفي ناس حتى في نمر التليفونات يقولك أنا أعرف العميد فلان وأعرف العميد فلان واللوا فلان ليه؟ لأن ده الجبل إنه أول مهاء يحصل أي حاجة هعمل إيه؟ أروح رفع التليفون ويلحقني بس طبعا بيكتشف في النهاية إن كل الجبال دي ملها هتتزحزح وتعمل إيه؟ وتنقالف في قلب البحار تنقالف في قلب البحار فبيقوله حتى لو اللي في الطبيعة شايفينه أكتر حاجة مستقرة أكتر حاجة قوية ويوم من الأيام هتتزعزع فإحنا برضو مش هنعمل إيه؟ مش هنخاف تعج وتجيش مياهها يعني يهيج البحر ده يعمل إيه؟ يهيج تتزعزع الجبال بتموها في عدد أربعة لحد عدد ستة بيقول لنا ليه أول سبب أنا ما بخافش فهو في الأعداد الأولى عدد واحد واثنين وثلاثة قال لنا أنا بخافش من أي حاجة بخافش من أي حاجة عشان ربنا هو حميني الله هو قوتي بعدين بيفصر ياخد فكرة تاني جوه الفكرة دي في العدد اللي جاية بيقول إيه؟ عدد أربعة نهر سواقيه تفرح مدينة الله مقدس مساكن العلي إيه حكاية النهر ده؟ لو لو روحتوا لتكوين أصاح 2 تكوين أصاح 2 بيوصف جنة عدن وبيوصف ليه من نواحي جمال جنة عدن في صاح 2 عدد عشرة وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم في يصير أربع رؤوس وبعدين يتكلم عن أربع رؤوس اسم الواحد فشون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب وذهب تلك الأرض جيد هناك المقل وحجر الجزع واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور والنهر الرابع هو نهر إيه؟ الفرط أربع عنهار عظيمة كبيرة الله واضح عشان تعمل إيه في الجنة؟ تسقيها تسقيها ولو أخدتوا بالكم أنه الناس زمان كانت بتتنقل كتير كانوا بيترحلوا كتير بيمشي بينقل خيمته من هنا يحطها هنا بناء على إيه؟ على مكان المية فهو بيروح يحفر بير يقول أشكرك رب لقينا مية يقعد هناك شوية لحد ما البير ده يقام ما ينشف يقام ما ملوحده تعلى فما بقاش ينفع لنزق بيه الزرع ولا نزق بيه المواشي يروح عامل إيه؟ يضطر يعمل إيه؟ يروح لامم يشيل الشرق كله يروح عامل إيه؟ يروح يدور على حد تاني فيها مية لكن لما البشر يلاقوا نهر معناه إيه يلاقوا نهر؟ معناه أن كل احتياجاتهم مسددة المية موجودة دايما فنقدر نشرب دايما نقدر نأكل مواشينا دايما نقدر نزرع دايما فما فيش حاجة ألقانة الأكل والشرب مالهم خلاص كده تمام فيبتدي يستقر ويبتدي يعمل إيه بقى؟ يفكر بقى يبني ويعمل حضارة ويعمل معابد ويعمل ثقافة ويعمل علوم إمتى؟ لما يلاقي نهر عشان كده كل الحضارات العظيمة في التاريخ كانت حوالين إيه؟ نهر في العراق مثلا الحضارة البابلية وحضارة أشور حوالين نهر الدجلة والفراط في مصر حوالين نهر النيل وهكذا فالنهر معناه الاستقرار والرخاء والأتمئنان ده كان فين؟ في الجنة اضطرد آدم من الجنة وعمال كل شوية عمال بيدور على إيه؟ على نهر لكن بصوا في رؤية أصحاح 22 آخر أصحاح في الكتاب المؤدس وهو بيتكلم عن نفس النهر اللي في الجنة عدد واحد وأراني إيه بقى؟ نهرا صافيا من ماء إيه بقى المرة دي؟ مش ماء نعتش منه تاني قال المسيح للسامرية كل من يشرب من هذا الماء يعمل إيه؟ يعتش فيما فيهم النهر اللي كان في الجنة يعتش أيضا لكن فيه نهر نهر يدي حياة وموجود دايما هو نهر صافي لامع كالبلور خارجا من عرش الله مين مصدر النهر ده بقى؟ الله نفسه الله نفسه مش المطر مش المطر اللي أحيانا يجي وأحيانا ما يجيش لكن مين مصدر الحياة؟ الله نفسه والخروف في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة الإيه؟ الحياة اللي بتستقي من إين برضو؟ من النهر ده نهر الحياة اللي مين أصله؟ الله شجرة حياة تصنع اثنتين عشرة ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم ولا تكون لعنة فيما بعد وعرش الله والخروف يكون إيه بقى؟ فيها وعبيده يخدمون وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس ليه؟ لأن الرب الإله ينير عليهم هم سيملكون إلى الأبد ده أورشاليم الجديدة اللي منتظرينها اللي هي تأتي مع ربوات القدسين اللي فيها يكون عرش الله في وسط المدينة دي الله هو يكون نورها يكون مصدر حياتها فالمرنم بيقوله كمان كده بيقول نهر سواقيه تفرح مدينة الله مقدس مساكن العلي ليه بقى فرحانين قوي كده؟ ومتطمنين قوي؟ لأن الله في وسطها فلا أنت تزعزع الله مش بيجيها زيارات الله ماله ساكن بيقولنها مقدس ايه؟ مساكن العلي ده عايش فيها ده قاعد في وسطها فإيه اللي يخوفنا؟ إيه اللي يخوف المدينة دي؟ ولا حاجة ولا حاجة دايماً لما بقرأ الكلام ده دايماً بيجي في ذهني الموقف اللي حصل مع يسوع المسيح وهم راجبين السفينة والسفينة والبحر هاج ويسوع المسيح كان نايم نايم والكتاب بيقولن البحر علي لدرجة اللي الأمواج بقت فوق السفينة والبحر عمال ايه؟ يعج ويجيش مياها زي ما بيقول كتب المزمور ده فالتلاميذ اترعبوا اترعبوا وايه يعني ايه السبب الرئيس اللي يخوفهم قوي كده؟ ان هم هيحصلهم ايه؟ هيموتوا فجريوا على يسوع المسيح هم بيصحوه وهم مالهم؟ مرعوبين مرعوبين احنا بنموت وبيصحوه قل له قال يا همك ان انا نعمل ايه؟ انها اول كلمة قالها يسوع المسيح للتلاميذ ايه؟ قبل ما يسكت العاصفة ما بالكم خائفين يا ايه؟ يا قليل الإيمان ليه خايف؟ يا قليل الإيمان وانا قاعد معاك ما انا في نفس السفينة يعني اللي هيحصل للسفينة دي هيحصل وانا فين؟ جواها فتفتكروا السفينة هتغرقوا يسوع المسيح فيها؟ ويعودوا مش لحقين ويغرقوا في البحر؟ مستحيل مستحيل فالخوف في اللحظة دي وانت شايف يسوع المسيح على السفينة ده إيلة ايمان؟ وإيلة ايمان شديدة ليه؟ لان انت بتقول له حتى انت فيها ولا مش فيها اللي هيحصل له هيحصل له فانا رأيي ده يسوع المسيح كان كمان لطيف وبيقولهم عدم ايمان ده كان مفروض يقولهم ده ايهانة؟ انت بتهني انت بتقول لي انت لا حول لك ولا قوة موج البحر هي موتك وإحنا أحيانا بنصغل ربنا للطريقة دي وعلى الرغم احنا متأكدين ان هو في وسطها سواء المدينة دي سواء يقصد بها الكنيسة طبعا بالقدر الأول كنيسة الله مدينة الله الحي اللي هتبقى الابد الابدين سواء احنا موجودين او مش موجودين سواء اتهدوها وما اتهدوهاش احنا متأكدين اللي هي مكملة الى مجيء يسوع المسيح ليه؟ لان الله في وسطها وابواب الجحيم لم تقوا عليها متأكدين لكن كمان احنا جزء ان المدينة دي احنا احجار جاء حية بتمثل المدينة دي فالله في حياتنا في وسط حياتنا بنخاف ليه؟ بنخاف ليه؟ عارفين انا انا رأيي طبعا في ناس تانية رأيها غير كده انا رأيي المؤمن المفروض ما يخافش ما يخافش ما يخافش حتى لو في حاجات تخوف الحياة مليان حاجات تخوف صح؟ مرعبة الحياة مرعبة لكن انا رأيي كل ما الواحد يقرب من ربنا كل ما يبقى صلب كده كل ما يحسوا انه قوي جدا كده مش عشان هو قوي مش عشان كل الامكانيات اللي اتكلمنا عليها في الاول لو انت انتوا طبعا ليكم من الخبرة مع ربنا اكتر مني بس الحياة بتبين ان كل الحاجات اللي احنا بنعتمد عليها غير ربنا اوانطة صح؟ اوانطة لكن اول فكرة المزمور وكاتب المزمور بيقول انا مستحيل اخاف انا ما بخافش اول حاجة لانك انت ايه؟ انت في وسطينة انت في وسط حياتي قال له في كاتب المزمور 23 اللي انتوا حافظينه كلهم قال لهم لا اخافوا شرا لا اخافوا شرا ليه؟ لانك انت معي عصاكا وعكازك هم يعمل ايه؟ اللي مشددني ومشجعني حتى وانا ماشي في وادي ظل الموت وانا شايف الموت حوالي وانا شايف الموت حوالي اقصى حاجة بتخوف الناس هي الموت صح؟ اقصى حاجة اكبر عدو هو الموت لكن بيقوله انا ما خافش حتى من الموت ليه؟ لانك انت معي عجت الامم تزعزعت الممالك اول ما حصل كده بقى رح هو ايه؟ رح شاخد شاخطة كانت المزمور يقولهم كده انه كل ده وقف لما اعطى زوته حصل في الارض ايه؟ دابة الارض حتى لو الامم عجت وتزعزعت الممالك اول بس ما الرب يتكلم فبعد ما قال للتلاميذية قليل الإيمان رح واقف وقال للبحر ايه؟ اسكت ايه بكم؟ بعدين الكتاب يقول ايه؟ فصار هدوء ايه؟ عظيم بس لما يعمل ايه؟ لما يعطي صوته لما يتكلم لانه في السفينة واحنا ولاده ودي شعبه اللي هو ساكن في وسطيها فاول ما يتكلم احنا متأكدين اول ما يفتح بقه كل حاجة هتعمل ايه؟ اي حاجة احنا خايفين منها هتخلص طبعا احنا متأكدين ان ده هيحصل في النهاية احنا متأكدين ان الهدوء العظيم ده هيحصل في اليوم الاخير لما ابن الانسان يجلس على كرسيه وتخضع عليه كل ممالك الارض وتكسو باسم يسوع كل رجبة ممن في السماء وما على الارض وما تحت الارض ويعترف باسم يسوع كل لسانه المشهد ده هيحصل في النهاية لكنه كان بيحصل حتة حتة في التاريخ واحنا بنشوف الله بيتكلم واحنا بنشوف فرعون طالع بكل جيوش والشعب مرعوب وموسى يقول لهم انا متأكد ان ربنا معانا فربنا بيقول لنا ايه؟ قفوا وانظروا ايه؟ خلاص الرب استنوا بس لما يفتح بقه حتى لو الامم عجت يعطي صوته وذابت الارض وبعدين يقول القرار اللي بيقرره في عدد سبعة وفي عدد حداشر نهاية الفكرة التانية رب الجنود ايه؟ معنا مالجأنا اله يا عقوب لو شايف الله في وسط حياتك في وسط الكنيسة لازم ما تخافش لازم ما تخافش الايمان والخوف ما بيجتمعوش لو مؤمن بقدرته لو مؤمن بصلاحه لو مؤمن انه لا يعصر عليه امر لو مؤمن انه هو بيحبك زي ما بيحب كنيسته فلازم ما تخافش صحيح تقلق يعني الشعور بالقلق شعور طبيعي والشعور بالتوتر شعور طبيعي لكن الشعور بالخوف مش طبيعي مش طبيع علينا ما تصدقوش الناس حواليكم ونقولهم عادي لان هم كلهم خايفين فكله بيطم من التاني ويقولوا ايه؟ ما كلنا خايفين زي بعض عادي لا كتاب المؤدس بيقولنا انه ايه؟ مش عادي مش عادي تخاف لا تخاف ايها القطيع الصغير لان اباكم كتسرة ان يعطيكم الملكوت لا تخاف لاني معك لا تتلفت لاني اله قد اياتك واعانتك وعضتك بيمين بر كمية ايات لا نهائية النهاردة ما تخافش الخوف مش طبيعي اول سبب لان الله في وسائل السبب الثاني قالهم تعالوا بصوا هلموا انظروا اعمال الله بيكلم عن التاريخ بيكلم عن اللي فات من التاريخ المقدس اللي الله عملوا معنا انظروا اعمال الله كيف جعل خربا في الارض فاكرين المملكة الفلانية الفلانية اللي كانت مزدهرة وكانت فردة ادراعتها على كل المملك التانية شوفوا هي دلوقتي بتعمل زي الايه زي الخرابة فاكرين الملك الفلاني اللي كان شايف انه مفيش حد اقوى منه مفيش اقوى من جيشه شوفوا بقى راح فين وقولهم تعالوا بصوا على كل الممالك اللي ايه عملت ايه انه سقطت ويقول كيف جعل خربا في الارض يعني مين اللي عمل كده مين اللي جعل الخرب دي في الارض هو نفسه مسكن الحروب الى اقصى الارض مين اللي يقول الحرب دي تقف كده تقف النهاردة تقف بالطريقة دي هو مين اللي مهما كانت الامكانيات الحربية قوية مين ان هو قادر يقضي عليها ويكسرها فبيقول يكسر القوس ويقطع الرمح المركبات يحرقها بالنار دول اقوى المعدات الحربية في الوقت ده القوس اللي هو بتاع السهام والحربة والايه والمركبات الحربية اللي بيجرها الحسنة دي دي المعدات التقيلة اللي في الحرب اللي هي النهاردة السواريخ والدبابات والطيارات بتاعتنا مين بيعمل ايه يكسرها بمنتهى السهولة هو عشان كده بيقولهم ايه بقى عشرة كفوا على فكرة كفوا دي ينفع تتقلنا وتتقل الناس يعني ينفع تتقل لولاد ربنا وينفع تتقل للاعداء انه يقولوا ايه كفوا يعني ايه اثبت مكانك بقى كده وخد بالك ده معنى الاية كفوا وايه واعلموا اني انا الله اعمل ايه بقى اتعالى بين الامم اتعالى في الارض يعني انا متسلط على كل كبرياء الامم انا رب الارباب انا ملك الملوك انا قلوب الملوك في ايدي كجداول مياه انا في ادايا الحرب وفي ادايا السلام في ادايا القوة وفي ادايا الضعف الناس انا اقدر اعمل اي حاجة في اي وقت انا فوق الكل انا رب الكل انا ليه الارض وملؤها المسكونة والساكنين فيها فمش بس الله في وسطينة ما ممكن يكون الله في وسطينة بس زي ما التلميس كانوا فاكرينه كده ما هو قاعد في وسطينة بس للأسف هو ايه مش عارف يعمل حاجة نايم مش عارف يعمل حاجة الله اله زي بقيت الالهة احتمال يرحانة واحتمال لا احتمال يعرف يدخل في الارض واحتمال ما يعرفش لكن الفكرة التانية اللي بيقولها كتب المزمور انه في وسطينة وكمان ايه قادر وكمان متسلط على التاريخ كمان متسلط على الكل القوة اللي شايفينها بيه كانت اعظم حاجة واسبت كده فعلا الدوني امبراطورية واحدة طلعت في التاريخ وفضرت مستمرة بعظمتها الدوني اسم امبراطورية واحدة ولا واحد ولا اسم ولا قوة استمرت لكن بتطلع وبعدين زي ما برضو حد الكتاب المزمين قال يظهرون كظهر الحقل وبعد شوية تعمل ايه يزبل وبيعمل ايه ويموت الورد يا جميلة ما تشوفوا انت لو تتفرجوا على الورد تحفة صح الورد جميل جدا شكل والوان وريحة وجمال صح بس للاسف ماله مفيش وردة بتقعد الوردة تطلع جميلة جدا 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 وبعد ايام تلاقي ايه دبلة وقعت ويطلع ما بعدها ايه وردة جميلة جدا جدا من حلوتها تبقى نفسك ما تموتش وتاخدها او تحطها في اصري تزرع وتحط لها مية لكن برضو لازم يحصل لها ايه تموت لازم هتموت كل انسان كظهر الحقل كله هيحصله في وقت ملوات انه يعمل ايه يدبل لكن مين قديم الايام اللي فكرنا الاسيس النهاردة الله لنا ملجأ والازرع الابدية يعني ايه ازرع اابدية يعني ايه ازرع اابدية موجودة دايما صحيح موجودة دايما مش كان قوي في ايام عزه وبعدين حصله ايه راح مع اللي راحه لا الله قوي وقوي دايما متصلت ومتصلت دايما متصلت إلى الأبد من الأزل وإلى الأبد ملكوته ملكوت لا يزول ملكوته ملكوت أبدي سلطانه لا يزول كفوا وأعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم أتعالى في الأرض السيد ده بعدين يقرر الكلام ده رب الجنود إيه معانا معانا وملجأنا إله يعقوب مش عارف إيه اللي بيخوفك وإيه اللي بيرعبنا الكتاب قال إن الله قادر يسدد كل حاجة احنا بنخاف منها فلو خاف من المرض كتير يقولك أنا الرب إيه أنا الرب شفيك بتخاف من المستقبل كتير يقولك لا تخافوا من الغد لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون أبوكم السماوي يقطها العصفير اللي لا تجمع ولا تغزل ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقطها وقال لهم أنتم أفضل من عصفير كتيرة ما تخافش من بك خاف من الاضطهاد قال لهم لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لكن خافوا بالأحرى من اللي ليه سلطان على الجسد وعلى مين وعلى الروح يخط في جهنم خاف من إيه؟ خاف من الأعداء يقولك أنا رب الجنود أنا أشتر واحد بحارب أنا أشتر واحد بحارب وأقوى واحد خاف من إيه؟ خاف من إيه؟ إحنا سمحوني بقول إحنا بنصغر ربنا بخفنا بنصغره بخفنا لو بنحب الرب بجد ومؤمنين بقدرته بجد المفروض نرنم مع الكات المزمون وقوله إيه؟ الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شدينا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال في قلب البحار تعج وتجيش مياها إحنا نعمل إيه؟ ما نخافش لأن رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب لا أخاف شرا لأنك أنت معي تعالوا نصلي وننشكرك يا قوتنا يا مصدر رجائنا يا صخرتنا يا متكلنا حتى لو الحياة عجت وجاشت مياها حتى لو تزحزحت الأرض من تحتنا حتى لو كل السوابت اللي حوالينا تهزت حتى لو كل الإمكانيات اللي حوالينا بانت إن هي ضعيفة قدام اللي إحنا بنمر بيه لكن نشكرك لأنك أنت في وسطها تعينها عند إقبال الصبح نشكرك كمان أن أنت ساكن في وسطينا أنت مش بس بتجينا زيارات لكن أنت ساكن مقيم في وسطينا في كل الأوقات نقدر نرفع عينينا ونبص عليك ونلاقيك موجود في المشهد سمحنا لأن إحنا من خاف يا رب سمحنا يا رب أنت قلت سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سمحنا لأن إحنا اعتمدنا على السلام اللي جاي من الفلوس والإمكانيات والمعارف والبيوت والعقارات والعربيات سمحنا سمحنا وبنكتشف اللي إحنا بنترعي بأكتر كل ما يبقى عندنا أكتر بنترعي بأكتر لكن إذا كنت إنت لينا فعندنا كل شيء يا رب نشكرك حتى لو كانت الحياة ظالمة وقصية نشكرك أن أنت معنا في وادي زل الموت لا نخاف شرا لأنك أنت معنا احفظ قلوبنا يا رب وخلينا نوري العالم قد إحنا أقوية لأن إحنا وقفين على صخر الظهور يا رب ركبنا اللي بترتعش وبتتلخلخ يا رب مع ظروف الحياة ارفع تاني عيوننا عليك الملك الحاضر في وسطينا اللي متسيد على كل ممالك الأرض الله لقاب ضابط الكل خالق السماء والأرض ساعدنا نمجد اسمك وسط الناس يا رب بإيماننا بيك ساعدنا نكون متكلين عليك دايما ساعدنا يا رب وننقل كمان اللي احنا بنمر به وإيماننا بيك ننقله للجيل اللي بعدين نقول لهم ده إلهنا اللي عبر بينا كل مشاقات الحياة خذوه لكم إله واتكلوا علي لي كل المجد يا رب آمين شكرا